بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم نظر وجوهنا اللهم ارزخنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الرحمن هيا أعزاء المشاهدين نبدأ في تلقي القرآن الكريم وتعلم أحكام التويض مع فضيلة الشيخ خالد شعبان مرحبا بكم فضيلة الشيخ خالد فضيلة الشيخ نريد بداية أن نتعرف على النطق الصحيح للكلمات أو أهم الكلمات في الآيات القرآنية مع التعرف على بعض الأحكام أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد المشاهد الكريم لاحظت فيما سبق كان فيه كده بعض أنواع التنوين بتلخبطك تعالى بقى النهاردة معانا غالبية أنواع التنوين ما تيجي نذكرها النهاردة مع بعضينا عمليا من خلال آيات اليوم مع التلاوة ونبدأ بأول كلمة أول كلمة معايا وجوهن نكتبها كده أهي شكل التنوين عملي إزاي كده وآدي هحط النون دي تجاوزا وجوهن آدي نون التنوين معايا كويس نعم جميل أو كده طيب بعد النون دي جه إيه وجوهن يوما جت يه إيه اللي حصل للنون دي دي أصلا نون ساكنة على فكرة إيه وحد يقف وجوهن أنا كتبتي ده بس كده عشان بيحصل لخبطة عند كثير من الناس وسبب كلام النهاردة في الموضوع ده إن كثير التبس عليه موضوع التنوين ماشي تعال بقى معايا أدي نون اللي هي نون التنوين جي بعدها إيه حرف الي إيه اللي حصل للنون دي تحولت إلى ياء ساكنة ياء ساكنة جي بعدها ياء متحركة بانطأ إزاي وجوهي وجوهي عشان كثير مما أسمعه ينطق ينطق إزاي وجوهن لا ده كده مش إدغام الإدغام هكذا وجوهي يوم وجوهي يوم خلاص أدي كده أدي إدغام ومش هقول لك إدغام نوع إيه أنت من نفسك لما تسمع وجوهي وفي غن هتسمي بإيه إدغام بغن أو وجوهي يوم طيب يومئذن تعال نكتب يومئذن كده بلون مختلف وتشوف التنوين آهو ولاحظ النون بتاعت ناظرة هتجدها مشددة ليه مشددة أصل نون التنوين الساكنة ديت دخلت مع النون اللي في أول ناظرة ديت فإيه اللي حصل نون ناظرة أصلا مفتوحة طيب إيه اللي يدل إن النون بتاعت التنوين بتاعت يومئذن دخلت في النون ديت أدغمت يعني الشدة اللي تحت الفتحة يبقى الشدة بتقولي ده حدث إدغام كامل وفيه غنة والفتحة بتقولي دي بتاعت النون اللي دخلت فيها النون الأولانية بانت إزاي يعني وجوه يومئذن يومئذن إذن ده الوقف ده كده صح لا ده أنا بقف عشان بريك إنت دخلت النون التنوين في النون بتاعت ناظرة إزاي لكن إيه وعن تتوقف كده إنت لو وقفت توقف كده يومئذ أما اللي بتقولي يومئذن وبتغني كده عشان أسمعك غنة يومئذن ناظرة وتفرق بينها وبين وجوه يومئ وجوه يومئ وعندي إذن طيب أدي كده إدغام بغنة طيب ناظرة إلى طيب شوف كده ناظرة بصي شكل التنوين ده عملي إزاي لو حبينا نوصل وقادي النون هيا 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 برضو معاي ناظرة إلى الله ده التنوين هنا النون واضحة وجالية يبقى لما أدغمت في الأول أنا أدغمت النون سواء كان بقى بعدها إيه بعدها نون اللي هي نون التنوين يعني ولما جيت وصلت ناظرة باللي بعديها أنا أظهرت إيه أظهرت برضو نون التنوين نون التنوين وإن نون سكن على فكرة خلي بالك ناظرة إلى ما بقولش ناظرة إلى لا 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 ناظرة إلى بس خلي بالك بقى أوعى توصل ليه أوعى أوصل لأن وجوه يومئذ ناظرة دي كده آية دي كده إيه آية آية متفقة عليها ليه هنعرف بعدين بس يسببش عليه شوية كده خلاص إلى ربها ناظرة جميل طب لو عايز أوصل ناظرة باللي بعديها يبدأ كده كده معايا إدغام معايا إظهار طيب هاخد ناظرة تظن آية نون التنوين سكن برضو بعديها تا إيه اللي هيحصل ناظرة تا آه تاني كده معايا ركز باسرة تا آه ناظرة و زي الأول نية نعم إنما باسرة تا ظن آه باسرة تا آه نخلي بالنا آه باسرة تا آه دي نون التنوين بعديها التا إيه اللي حصل للنون دية اسمع كده كويس باسرة تا باسرة تا يبقى أنت كده عرفت النهاردة بقى النون بتاع التنوين بيحصل فيها إيه حصل فيها إدغام وجوه يومئذ ناظرة آه دي إدغام إلى ربها ناظرة والآية عرفناها ولو حبيت توصل وجوه يومئذ ناظرة إلى آه دي إظهار يبقى كده عندي إدغام عندي إظهار أنت معايا مبتدئ آه بس بعرفك النط إزاي وبسمعك اسم الحكم عشان لما تسمع وأنا بتكلم مع الآخرين أو الآخر بيتكلم معايا ده إظهار ده إدغام أسأل ده حكم إيه تبقى أنت عندك خلفية بالغنى دي اسمها إيه إذا كانت إدغام أو إذا كانت إخفاء طيب ناظرة ووجوه طيب ناظرة ووجوه زي بالضبط إيه وجوه يوم برضو إدغام طيب يوم إذن با آه دي جديدة إيه بقى هتجد التنوين عندك هنا مختلف شوية إزاي نمسح السبورة واكتبها لوحدها كده عشان تبان وتخلي بالك من التشكيل معايا بص كده كويس معايا مكتوبة إزاي يوم إذن با ده الشكل بتاعي في المصحف كده المفروض ده تنويني بقى كده إيه اللي حصل فيه كسرة واحدة بس والتانية ميم نازلت تحت كده ليه الميم ديّة علشان بتقولي إن النون اللي هي نون التنويني الساكنة دي هتتحول إلى ميم ساكنة ده رقم واحد اتنين هيحصل عندي إخفاء لهذه الميم تلاتة هيكون معايا غنة إزاي يعني يومئذ باسرة سمعك سمعك شمعنا الميم الله يفتح عليك عارف الميم ليه بالذات اختراها العرب في جعل الميم ديّة بين النون وميلباء تعال نفتكر سوا كده اللي إحنا خدناه سوا سوا كده من جديد تاني من جديد مش هقولك إحنا خدناها بك لا جديد إحنا خدنا المخارج الميم دي بتخرج منين أم 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 شافتين شافتين جميل والباء أب أب شافتين يبقى الميم والباء اللي اتنين ما اخرج إيه واحد جميل قوي كده تعال أبقى الميم مع النون في الصفات تشوف الميم وشوف النون اللي اتنين مجهورة لأنه هم مش مهموسين خلاص الميم والنون اللي اتنين بينية لين عمر الميم والنون في إطار ما أخذنا مستفل ومنفتح يعني الميم دي قسم مشترك بين الباء وبين النون مع النون إخوات في الصفات ومع الباء إخوات في المخرج لذا كان هذا الحرف هو الواسطة بين الحرفين وجاءت به الرواية يبقى ازاي بقى يومئذ با ها أظن كده وضحت الرؤية يمين يبقى كده النهاردة عندي إبغام علفت مكانه علفت نطقه عملي ازاي عندك إخفاء شفتوا ازاي عندك إقلاب عندك إظهار عندك أحكام النون السكنة والتنوين كلها النهاردة عمليا في حتة بقى كمان مهمة جدا لازم تعرفها عشان بتلقبط كتير برضو من الناس اللي هي إيه بقى في قوله تعالى تظن أن يفعل بها ثاقرة نون نعم التجديد نعم تعالى لتظن أن يفعل بها فاقرة يترى النون بتاعت تظن دي اللي جيب بعدها الهامزة ينفع ولي عليها إظهار حلقي زي النون السكنة والتنوين أه ده أنا ربط على نفسي ينفع ده لا ما ينفعش ما ينفعش عشان الحكم مشترط للنون إن تسكن يعني لو اتحركت لا اتحركت لا لا إن أصبحت مشددة برضو لا يبقى دي اسمها حكمها إيه حرف غن مشدد ما قولش عليه إظهار عشان ما يحصلش التباس وأخلي بالي الهمزة بعدي همزة قاطع مش همزة وصل